في احراج لك كفنان تونس يعني كتقول كاشي خطر احنا حتى في الصيف تشوف نعرفو حتى كاشيات الفنانين العرب معناك يجيوا لتونس اي نعرفو قديش يو خلصو اينا مش بش يضيف حاج كبير ام اللي نعرفو وهم يعرفو وانو كاشي معقول جدا 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 معنا بش نحكي لك معناها ملخة فهمتها فذاك اللي استغربت له اينا معناها عليش انا تمانيت ويمكن اول مرة بش نقوله وبش تضحك انت معناه تمانيت كون رد مسالش حتى اللي صار عامت لي اه رجاء فرحات كان مدير مهرجان كرتاج وقدمت وقتا بعد سكسين متاع دو ميلان مش اول مرة معناه بعدو تقريبا اربع خمسة سنوات قدمت ملف بما انو عرض كان ناجح دو ميلان ياوي معناه دوز ميل سبكتاتور في مهرجان كرتاج بالرغم تحطيت بين سهريت توم بك سكسين بتاع هيب توفيق ونجات صغيرة وستين انجودي وفينتسيس جوية حاجهاك مم با ناس خلصت كرتاج كامبلي دوز ميل معناه نرجعو بعد اربع سنين تقريبا عودت قدمت ملف معناه فهم ريبرتوار بتكبروا اغاني اخرى وقتا مدير المهرجان رجاء فرحات جاوبوني جاوبوا وقتا كانوا جاوبوا لكن الاجابة طوقوا المرة بشقول عليها والضحك ملخص الرد على طلب متاعي بعد طلبكم المشاركة في مهرجان كرتاج لم يتم برمجة عرضكم وهناك بعض المهرجانات التي تشجع المواهب اعتبروك موهبة جديدة وساعدة اي 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 يعني بعض نجاح كنتي الفين واحد انا يظل وقتا ما عندوش فكر شكون محمد جبالي اصلا اه رجاء فرحات اول مرة نقول هذي والنجم جيب لكم مرة ما احتفظت بها عندي الورقة معناه تخيل انتي بعض سوكسي اه ما تكلمت علي كان مرة انا انا بارش حاجات رو صار ومش من نوع نشكي اي هي وغير 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 لا 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 ماكشو مكشو بروفيل الحقيقة محمد جبالي ماكشو بروفيل هيدا لا 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 ماكشو بروفيل لانو انا خدامنا نخدم ولا اخارت رأيي العام ولا تعمل البز لا والسناء اللي عملته انا وحكيت عليه عطيك الساحو حكينا عليه تواجي في اه مصر مع منشاذ لي معنا حلقة كانت اه يعني عملت اه سوكسي كبير حفلاتك محمد يعني انا مشيت بالاساس مهرجا موسيقى العربية المشاركة الثامنة اه حضوري مع منشاذ لي حفلات في موريال وفي في باريز يعني في مدة شهرين قدمت كوميدي ميزيكال عصول في دار تونس ستين سوكسي فو موجود كل شي وبعد قدمت عرض موسيقي مع مجموعة فوند وقية الميسر ومحمد الاسود في دار تونس كان سوكسي اه قطر كنت موجود في فترة الكوب دي موند وحد قدمت حفلة غادي عطاوك رد محمد لا 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 حقا حتى رد ما قالوا لكش عليش اه هاكا انا حسب رأيي بلكش يخاف وقل لك محمد الجبيل يالش فين وثلاثة وعشرين موش بشي عبي لنا كرتاش شني ذي يخاف ومعتا كيف يخاف معنا موفمك المنطقك اللي يقول لك الفنان التونسي ما يعبيش فنان تونسي ما 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 يجيب الجمهور شو شو واختاش يمكن ما تعبيش اذا انت غايب اذا ما عندكش جديد اذا غنيت فيه قبل وفشلت معنا انا غنيت فيه قبل ونجحت غيابي على مسرق كرتاش طو قريب سبعة سنين مم ريبارتوار متاعي اه اه لغاني للسيكسي الناس بش يجي وتعرف معناها اغاني محمد جبالي معنا بش ان انا نجم نعمل عشرة ساريات بالريبارتوار متاعي مش هذيك الحكاية مش هكاية وانو معنا كان انا غنيت فيه قبل وفشلت والا ينقوله كنت تقبل انو يقترحوا عليك انك تتقاسم المسرح مع فنان اخر معلاش انا قبلتها واختا وما حبيتهش برشا الحكاية واختا كان سونيا مباركا مديرة مارجان دوميل ترس كاتورس انا قدمت ملف لمشاركة بمفردي بعث دوميل ويتشو انا نغيب ثلاثة اربع سنين وقدم ملفرها مشكلة عامية مم كيفاشا قلت لوقتها موحان ماذا بيناك قلت اوكي لكن اه يعني علاش مع انتك البرجرام اه كانوا بش يرضيقوا فنان اه انا دوميلة مزيت كي بديت وكان ضيف شرف نجاة عطايا كان صاريتي انا ضيف شرف نجاة عطايا وغنيت غنيتي خليني بجانبك وبعد دوميل سيس ضيفت شرف سيدة سوليف غنينا تلاثة غنيت ولا زوج غنيت دوميل ويت استضفت اسمة بن احمد واسمة عثماني غنيوا معي لديو وغنيت استضفت لطفيل عبدالي ومهدي ارتوين مختغنينا الجينيريك بتاع فيلم ميكينغوف وكان دي جي ماروم كان عرض كبير بعد وملكة توريس اول مرة نتقسم صاهرة مع كارول سمحة الفنانة اللبنانية لكن بعد سبع سنوات مفهماش عليش تقول لي بش تقسم صاري انتي وفنانة اخ اشتركوا في القناة